اشتركوا في القناة المقدمة في انترنت الاشياء ومدى مناسبة الدخول فيها وتبنيها للمنشآت حسب مقياس هايب سايكل من شركة غارتنر للأبحاث وتكنولوجيا المعلومات فان تقنيات انترنت الاشياء في مرحلة ذروة التوقعات المتضخمة peak of inflated expectations اي ان هناك الكثير من قصص النجاح ولكن مصحوبة ببعض حالات الفشل كذلك لذلك فانه قد يكون هناك بعض المخاطرة في استخدام تقنيات انترنت الاشياء لانها لا زالت في مرحلة التطوير لذلك لابد من دراسة متأنية للتقنيات والقيمة التي سوف تضيفها هذه التقنيات لمشروعك على الجانب الاخر الدخول مبكرا واستخدام تطبيقات وحلول انترنت الاشياء او ابداع حلول جديدة سوف يمنحك خطوات كبيرة الى الامام اكثر من المنافسين وبالتالي قيمة اقتصادية اعلى تضاف لمنشآتك نتحدث الان عن حلول انترنت الاشياء التقنية فبالاضافة لاستفادة من تقنيات انترنت الاشياء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن كذلك في رواد الاعمال تطوير حلول ابداعية جديدة وتقديمها كحلول للمنشآت الاخرى للاستفادة منها تتنوع الحلول المقدمة من الشركات المتخصصة في تطوير حلول لانترنت الاشياء فكل شركة تحاول ان تجد لها مكانا في المنافسة تستهدف بعض الحلول الاتجاه الافقي فتكون حل شامل يمكن دمجه مع جميع التطبيقات في حين تتجه بعض الحلول الاخرى لاتجاه العامودي باستهداف قطاعات محددة كالقطاع الصناعي او الصحي او الزراعي او تطبيقات المباني الذكية لذلك يمكن تقسيم الحلول بشكل عام الى ما يلي المنصات والبرامج بتطوير منصات عامة او نماذج متطورة للتعلم الالي والذكاء الاصطناعي تطوير حلول في امن المعلومات وحماية البيانات واجهزة انترنت الاشياء كذلك المنصات المتخصصة باحدى القطاعات كالقطاع الصناعي او الصحي او الويوت والمدن الذكية كذلك المنتجات المتكاملة والتي تشمل اجهزة انترنت الاشياء والمنصة وتستهدف اغراض محددة ما هي الخطوات اللازمة لبناء حل لانترنت الاشياء؟ بشكل عام يمكن ان نقسم عملية تطوير حلول في انترنت الاشياء الى الخطوات التالية الخطوة الاولى تطوير الفكرة ونحتاج في هذه المرحلة لفهم حاجة السوق وامكانية تطبيق الفكرة وكذلك معرفة الموارد اللازمة لتطبيق الفكرة من مال وخبرات وموظفين الخطوة الثانية اختبار التقنية نحتاج الى فهم المتطلبات الهندسية من اجهزة وبرامج والمزودين الاساسيين لمكونات الحل وكذلك استيعاب الخيارات المتاحة ومميزات وعيوب كل منها الخطوة الثالثة النموذج الاولى بعد بناء النموذج الاولى يمكن تجربة النموذج مع اكثر من مزود سحابي او منصة قد نحتاج في هذه المرحلة الى استخدام بعض الادوات والبرامج للتأكد من ان الحل او المنتج امن معلوماتيا ويوفر حماية كاملة للبيانات الخطوة الرابعة تجربة الحل بشكل مصغر في بيئة حقيقية ونحتاج في هذه المرحلة الى توافق الحل مع المقاييس والمواصفات المعيارية وتطبيق افضل الممارسات لامن المعلومات الخطوة الخامسة التطبيق التجاري تظل امكانية الفشل في هذه المرحلة واردة فمثلا قد يفشل الحل تقنيا لعدم مراعاة ان يكون الحل قابلا للتوسع والتعامل مع عدد كبير جدا من الاجهزة وبالتالي نحتاج لتعديل الحل للإفاة بهذه المتطلبات ولزيادة فرص النجاح في تطوير حلول انترنت الاشياء هناك ارشادات عامة يمكن اتباعها قد يكون هناك الكثير من المميزات التي تريد تضمينها في منتجك ولكن من الافضل ان تطلق المنتج باقل مميزات قابلة للتسويق ثم توسع الحل لاحقا وهذا المبدأ يسمى minimum variable product استوعب الخيارات الموجودة التجارية او مفتوحة المصدر واستخدم الافضل منها لمشروعك ولا تعد اختراع العجلة بشكل عام لا يمكن التأكد من صحة قراراتنا لذلك لا يجب عليك ان تكون متأكدا مئة في المئة من نجاح الحل او المنتج الذي تقدمه اذا كان المنتج يحتاج التوافقية مع الانظمة واللوائح فالافضل الاستعداد مبكرا والاتصال بالجهات ذات العلاقة والتأكد من ان منتجك يتوافق مع الانظمة والقوانين حاليا التقنيات السحابية وخصوصا منصات انترنت الاشياء تقدم العديد من المميزات المتقدمة والادوات المتطورة لتطبيقات انترنت الاشياء كما ان استخدام السحابة يسهل عملية التوسع في البنية التحتية لاحقا ولكن يبقى مراعاة ان يكون مكان تخزين البيانات متوافقا مع الانظمة والقوانين التي توجب احيانا تخزين البيانات داخليا ايضا تحتاج كثير من تطبيقات انترنت الاشياء الى التركيز على تجربة الاستخدام بالحل او المنتج وهل يفي بتوقعات المستخدمين ايضا التنويع في خبرات فريق العمل امر مهم بالغاية بنجاح المشاريع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر